السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة ومعاكم تامر إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن شرح كامل متكامل البرنامج كين مصدر بعد التحديث الكبير اللي طلقاه برنامج كين مصدر بإصداره السادس طبعا البرنامج أخذ مميزات كبيرة جدا وهنبدأ نتعرف عليها دلوقتي وخلونا نبدأ الشرح أول حاجة هنفتح برنامج كين مصدر بالشكل ده وهنتفاجئ بالوجهة الطولية اللي احنا شايفينها دي طبعا الوجهة دي كانت موجودة بالعرض ودلوقتي بقت بالطول طبعا في مجموعة من الاختيارات تحت ممكن انت تسجل الإيميل بتاعك أو ممكن ان انت تنشئ مشروع زي الصفحة اللي احنا وقفين فيها أو تدخل على خيارات بتاعة البحث أو ان انت تدخل هنا على الميكس طبعا احنا اللي همنا في الموضوع ده كله هو إنشاء مشروع جديد بس قبل ما نبدأ في الشرح هنروح على الترس اللي في الأعلى وبعد كده هندخل على حاجة اسمها معلومات أداء الجهاز طبعا هنا جايب لنا معلومات أداء الجهاز بتاعي جايب هنا السي بيو ورقم الطراز ونسخة الأندرويد طبعا هنا كمان جايب لنا أقصى جودة فيديو مدعومة والجهاز بتاعي بيدعم جودة الفور كي احنا دلوقتي علشان نشتغل على برنامج كين مصدر بالإصدار الجديد ده لازم نعمل تحليل أداء للجهاز فهندغط على تحليل أداء الجهاز وهندغط على تحليل أداء الجهاز بالشكل ده وهيبتدي يعمل تحليل للجهاز بتاعك ويفضل أن أنت ما تخرجش من البرنامج ولا تفصل الشاشة بتاعة الموبايل أثناء التحليل بعد ما هيخلص معك التحليل طبعا أنا عملت تحليل للجهاز وجاب لي المواصفات اللي أنتوا شايفينها دي ده مهم جدا علشان أثناء عملية التصدير ما يحصلش معاك أي مشاكل بعد كده هندخل على إعدادات متقدمة وهنفعل كل الخيارات اللي احنا شايفينها قدامنا دي طبعا هنا بقولك افتح متصفح الوسائط في وضع ملء الشاشة احنا لما كنا بندخل بنضيف فيديو أو بنضيف صورة كان بيجي لنا الوسائط كلها في منتصف الشاشة من أعلى وما كناش بنقدر نشوف الفيديوهات اللي احنا حطينها على الجهاز بشكل كويس جدا ولكن دلوقتي مع الاختيارات دي تقدر ان انت تشوف الوسائط بتاعتك في شاشة كاملة كمان برضو الصوت وضع الصوت في شاشة كاملة واحفظ الفيديو حتى ستين اطار وطبعا ستين اطار بيبقى شيء عظيم جدا ده في حالة كمان ان انت بتصور الفيديوهات بتاعتك بستين اطار في الثاني كمان عندنا هنا السماح بطبقات فيديو غير محدودة يعني انت تقدر تحط طبقات كتيرة جدا تحت بعضها وده اللي هنتعرف عليه اسناء الشرح الجميل هنا بقى انقل المشاريع التي تم انشاؤها باستخدام الاصدارات السابقة هنا لو انت عندك اي مشاريع لنسخ قديمة من كين مصدر تقدر ان انت تجيبها من المجلد بتاع كين مصدر القديم وتحولها للتطبيق بالاصدار الجديد وده اختيار مهم جدا لو انت حابب تجيب المشاريع بتاعتك القديمة فاحنا دلوقتي هنتوجه مباشرة للشرح بتاعنا وهنبتدي نشوف المميزات الجديدة اللي بيقدمها لنا برنامج كين مصدر وهنضغط على انشاء مشروع جديد اول ما ندخل على الصفحة دي كده هنلاقي اسم المشروع طبعا هنسمي المشروع بتاعنا وليكن كين مصدر وعندنا هنا ابعاد الفيديو عندنا هنا ابعاد اليوتيوب وده ابعاد الستوري سواء كان على اليوتيوب او على الفيسبوك او حتى على تيك توك طبعا دي الابعاد كلها اللي انت بتستخدمها في مواقع السوشيال ميديا عندنا هنا كمان وضع متقدم انا بفضل ان انت متغيرش في الاعدادات دي طبعا مدة الصورة الافتراضية ومدة الانتقال وما تعملش اي حاجة فيها فكل اللي احنا هنعمله هنضغط على كلمة انشاء اشتركوا في القناة